بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هبى ما ظل صاحبكم وما قبى وما ينطق عن الهبى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يمره فاستوى وهو بالغفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الكؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المتها عندها جنة المقوى إذ يغشى السدرة ما يغشاه ما زاخ البصر وما قبى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله العنثى تلك إذا قسمة تيظى إن هي إلا أسماء أسميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما فهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسبية المنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإذن والفراحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في متون أمهاتكم فلا تزقوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقاه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرا أم لم ينبأ بما في صعف موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تذر آجرة مذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتها وأنه هو أذحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمناه وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم روح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأتغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النظر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من عدون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحقون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدون الله وعبدون ترجمة نانسي قنقر